أرمي من سد إلى بوابة تفتح طريقاً نحو صنعاء تحول نوعي في ساحة القتال في اليمن وتقدم كبير لقوات الشرعية والتحالف العربي سد مأرب التاريخي تحت سيطرة التحالف انتصار توج جهداً كبيراً في القتال على جبهة مأرب منذ أكثر من شهرين مسؤولنا في التحالف اعتبروا السيطرة على سد انتصاراً كبيراً في الطريق لاستعادة الشرعية ما يجري الآن هو تقدم مبارك ونصر أو بوادر النصر إن شاء الله اللي راح يحقق التحالف العربي بجارة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركات قوات من الإمارات العربية المتحدة ومملكة الباحين وبقية الدول ما يتحقق هو الآن انتصار لليمنيين أنفسهم السيطرة على مأرب وسدها خاصة تغير كثيراً من موازين المعركة في اليمن فللسد دلالة رمزية كبيرة في تاريخ اليمن والجزيرة العربية عموماً وفضلاً عن التاريخ والحضارة مأرب هي خزان النفط والغاز والماء والرجال في اليمن السيطرة على هذه الموارد تعني حرمان الحثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح من إمكانيات كبيرة لإطالة أمد الحرب وانضمام قبائل مأرب وهي الأكبر والأقوى في اليمن تضيف الكثير للتحالف والمقاومة الشعبية في عملية التحرير السيطرة على السد الواقع على بعد عدة كيلومترات جنوب غرب مدينة مأرب هو النجاح الأهم للتحالف منذ انطلاق معركة تحرير مأرب قبل أكثر من شهرين وقبل السيطرة على السد حقق التحالف تقدماً على عدة جبهات أهمها منطقتين الجفينة وصرواح كما سيطر التحالف على أجزاء واسعة من حمة المصارية غرب مأرب والتي تتحكم في خطوط إمداد الحثيين السيطرة على مأرب مسألة جوهرية قبل التحرك باتجاه العاصمة صنعاء التقدم في مأرب جاء تالياً لمعارك ناجحة لقوات دعم الشرعية فقد تمكن التحالف من تحرير مدينة عدن التي عاد إليها الرئيس والحكومة ويأمل اليمنيون أن تقصر السيطرة على مأرب الطريقة نحو تحرير العاصمة صنعاء التي استولى عليها الحثيون قبل عام